سبيه هو أنا أقدر أعرف من الشخص اللي قدامي من برجه وتصرفاته طبعاً إزاي بقى؟ خليها نتفق إن الراجل حاجة والست حاجة إزاي؟ يعني في كل برج مش شرط إن عشان هو زكي يبقى الراجل يبقى الراجل والست زي بقى؟ بالظبط آه ممكن يبقى الست زكية في أبراج اللي اتنين أسكية وفي أبراج اللي اتنين عايزين يستعينوا بصديق وفي أبراج بيبقى الراجل أسكى أو الست أسكى زي إيه بقى الأبراج اللي بتبقى فيها ستة أسكى والراجل أسكى؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن الستات أكتر من الرجالة في الزكاء بجاتر الحمد لله ده حلو جداً هنمسكهم برج وبرج كده يعني لو جينا للحمل ستة زكية جداً رغم إنها طيبة جداً لا الحمل الراجل أطيب من الست بالعكس أنا أعرف إن الستة أطيب من الراجل في الحمل لا الراجل أطيب من الست ما احنا خلينا نتفق لا هقول لحضرتك هو النهاردة كل برج بيتأثن من ثلاثة من العشرات في العشرية الأولى والتانية والتالتة والتالتة أوكي عند حضرتك مثلاً الحمل بيبتدي من 21-23 لـ24 العشرية الأولى هي اللي ممكن تبقى طيبة شوي عشان رايحة عند الحوت لكن عندك من واحد أسكاهم من 1-14 لـ24 دول صعبين جداً 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 ويتكتكوا ويفكروا مش ماشين حياة طبعية لازم يبقى فيه بلان وتكتكى أوكي؟ وبيردوا رد قوي جداً جداً على أي حد لما بيعملهم أي حاجة بياخد موقف خلاص بياخد موقف جامل جداً العشرية الثالثة من الحمل في البنات اللي هي من 11-24 ده حمل طور حمل طور بياخد من البرج الطور دول زكاء غير طبيعي لأن برضو لما بيكون البرج اللي قبله ولا اللي بعده زكي جداً بيسنده وبيدعمه بيخليه رد فعله أقوى وأسكى نيجي بعد كده برج الطور برج الطور راجل وسط أسكية جداً 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 ده ما بيبقوا رؤساء دول وزراء أصحاب كلمة بس متعصبين جداً لا هم عندهم أبيض وسود بالزبط كده يعني هم صاحب قرار بالزبط ويكود ويعمل الفسيخ شرباط لكن هو كل مشكلته أنه عنده رولز عنده قوانين ما بيتنزلش عنها أو ما بيتعدهاش تمام ترجمة نانسي قنقر